بر الله المعلن في الإنجيل رمي الإصحاح الأول الآية السادسة عشر إلى السابعة عشر لأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن لليهودي أولا ثم لليوناني لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيا يجب أن نال بر الله لم يخجل بوليس الرسول من إنجيل المسيح شهد بالإنجيل بشكل مهيب ومع ذلك فإن أحد الأسباب التي تجعل الكثير من الناس يبكون على الرغم من إيمانهم بيسوع هو بسبب خطاياهم وأيضا لجهلهم في الاعتراف ببر الله يمكن أن نخلص من خلال الإيمان ببر الله والتخلي عن برنا لماذا لم يخجل بوليس الرسول من الإنجيل بعد إزي بدء كان ذلك لأن بر الله قد ظهر فيه الإنجيل إيوجيليون في اليونانية يعني الأخبار السرة عندما ولد يسوع المسيح في بيت لحم ظهر ملاك الله وأخبار الرعاة الذين كانوا يرعون قطيعهم في الليل المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام وبالناس المسرة لؤى الإصحاح الثاني الآية الرابعة عشر كانت بشرة صارة سلام مصارة للناس خلصنا إنجيل الرب من كل الخطايا وغسل خطايا العالم غسل يسوع كل خطيان هو نفسه غسل كل خطايا أولئك الذين يتلون مثل الديدان في المذابل والذين يخطؤون في الوحل أولا قال بوليس الرسول أن بر الله قد ظهر في الإنجيل تم الكشف عن بر الله في الإنجيل الذي طهر كل خطيان لقد سمح لنا بر الله أن نصبح كديسين وأبرار كما سمح لنا بالحصول على حياة أبدية وأن نكون بلا خطيئة ما هو بر الإنسان نحن البشر نحب أن نتباهى بأنفسنا أمام الله عندما يكون لدينا شيء نتفاخر به إن تجديس كبرياء المرء من خلال القيام بالأعمال الصالحة يصور البر البشري ومع ذلك فإن عمل يسوع البار الذي خلصنا من كل خطيان سمح بإعلان بر الله في الإنجيل هذا هو بر الله في هذه الأيام يكرز معظم المسيحيين بالإنجيل دون معرفة إنجيل بر الله يقولون آمن بيسوع وستخلص وتصبح غنيا ومع ذلك فهذه ليست تعليم إنجيل بر الله يبدو أن الإنجيل أكثر انتشارا من أي شيء آخر لكن معظم الناس يجهلون ولا يفهمون الإنجيل هذا مثل حقيقة أن الكتاب المقدس من الكتب الأكثر مبيعا لكن الناس ما زالوا لا يعرفون محتوى أغلى ما في هذا العالم وأكثر شيء مفيد هو الإنجيل الذي أعطانا الله لأن فيه معلم بر الله بإيمان لإيمان يشبه إنجيل الله واح في الصحراء أتى يسوع إلى أولئك الخطاء الذين ارتكبوا خطايا كثيرة وغسل كل خطاياهم ومع ذلك فقد رفض الناس عطية بره التي طهرت خطايا العالم بينما كانوا يحاولون إقامة برهم الخاص الأشخاص الذين يتباهون بجهودهم الخدمة التفاني الغير التقدمات صلوات التوبة صلاة الصيام حفظ يوم الرب ترجمة كلمة الله إلى أفعال وما إلى ذلك ويرفضون عطية الله هم أولئك الذين يرفضون بره يمكن للمرء أن ينال بر الله فقط عندما يتنازل عن بره خاطوا أوراك تين وكسوا أنفسهم في تكوين الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون مكتوب وصنع الرب الإله لآدم وإمرأته أقمصة من جلده ألبسهما الرجل الأول آدم أخطأ ضد الله بسكوته في حيلة الشيطان ما فعله آدم وحوى مباشرة بعد أن أخطأه هو خياطة أوراك التين معا وصنع ملابس لأنفسهم تشكل الملابس المصنوعة من أوراك التين تباينا صارخا مع الملابس المصنوعة من الجلد كان هذا الفرق بين بر الإنسان وبر الله يقول تكوين الإصحاح الثالث الآية السابعة فخاط أوراك تين وصنع لأنفسهم مآذر هل سبق لك أن دفرت أوراك الفجل نحن الكوريون نقطع أوراك الفجل من الفجل ونضعها مع كشر الأرز لتكفيفها نطبخ مع جون الفصولية معهم في الشتاء أنه لذيذ جدا قام آدم وحوى بدفر أوراك التين معا وصنعوا الملابس بعد أن أخطأوا هذا النوع من الأفعال الأعمال الصالحة وتجريب النفس والتضحية بالنفس تشكل بر الإنسان إنه بر ذاتيا وليس بر الله حقيقة أنهم صنعوا ثيابهم بأوراك التين تظهر خطية الكبرياء بمحاولة إخفاء خطاياهم بأعمالهم الصالحة أمام الله إن تطفير البر في السياب أي العبادات وبذل الزيت وتجريب النفس والخدمات وصلوات التوبة وتقطية الخطايا في عقل الشخص هو عبادة الأصنام التي تراكم كبرياء المرء أمام الله هل يمكننا إخفاء خطيانا في كلبنا أمام الله بخياطة أوراك التين معا لصنع السياب هل يمكننا إخفاء خطيانا بأعمالنا الصالحة أبدا ستبدأ الأوراك في التساقط في يوم واحد وفي اليوم الثالث ستسقط جميع الأوراك أخيرا الملابس المصنوعة من الخضروات لا تدوم طويلا الأشخاص الذين يخيطون أوراك التين معا ويصنعون الملابس أي أولئك الذين يحاولون أن يكونوا أبرارا من خلال خدمة الله جيدا بأعمال الخاصة لا يمكنهم الدخول إلى ملكوت السماوات لا يمكننا أن ننال مخفرة الخطايا ببر أعمالنا عندما حاول آدم وحاول إخفاء خطيانا بصنع سياب أوراك التين دعا الله آدم أين أنت يا آدم قال وهو مختبئ بين أشجار الجنة كنت خائفا لأنني كنت عريانا فاختبأت الإنسان الذي عنده اسم يحاول الإختباء بين الأشجار كثيرا ما تشير الأشجار إلى الرجال في الكتابة المقدس من له اسم في قلبه يحاول إخفاء نفسه بين الناس هو يحب الجلوس الجلوس في المنتصف وليس الجلوس بعيدا جدا في الخلف أو في مقدمة الكنيسة حيث يتجمع الكثير من الناس مع لماذا؟ لأنه يريد الإختباء بين الناس ومع ذلك لا يمكنه إخفاء خطياء أمام الله يجب أن تخفر له خطياء بالتخلي عن بره والإيمان ببر الرب أولئك الذين لديهم إيمان غير واضح والذين لا يؤمنون بالحق يريدون أيضا الدخول إلى ملكوت السماوات مختبئين بين نفس النوع من الناس لكنهم سينتهي بهم الأمر في الجحيم مع أولئك الذين يحاولون إخفاء خطياءهم بأفعالهم الصالحة يجب أن يعلن الخطاء أمام الله على أنهم خطاء وأن يسلموا أنفسهم لله سأل الله آدم الذي صنع الصياب بأوراك التين لماذا أخص الصمر من جعلك تأكل؟ فرد آدم يا إلهي المرأة التي أعطيتها لتكون معي أعطتني من الشجرة وأكلت فقال الله حوى لماذا فعلت ذلك؟ فردت الحية أغوتني وأكلت فقال الرب الإله للحية لأنك فعلت هذا الأمر فأنت ملعون من بين جميع الحيوانات وفوق كل وحوش الأرض وتذهبين على بطنك وتراب تأكلين كل أيام حياتك هذا هو سبب زحف السعابين على بتونها مرة أخرى قال الله لآدم وحوى إنكم أخطأتم أيضا أنتم الذين أغويتم لتخطأوا من قاموا بإغواءكم كلاكما خطيئان في الوقت الحاضر يكرز الأنبياء الكذب أيضا بأن يجي لهم الزائفة كائلين إجبالوا ألسنة النار الناس الذين يخضعونهم سيعاملون بنفس طريقة الأنبياء الكذبة ويذهبون إلى الجحيم الرب عمل ملابس من الجلد لآدم وزوجته فكر الرب لن أترك آدم وحوى لذين أغوهما الشيطان كما هما كنت قد اتخذت قراري في الأصل لصنع الإنسان على صورتي وجعلهم أبنائي لذلك سأنقذهم لأتمم خطتي كانت هذه خطة لله لذلك نقل الله خطياهم إلى حيوان وقتل الحيوان وسلخه وصنع أقمسة من جلده وألبس آدم وحوى أقمسة وجعل هذا رمزا لخلاصنا في الواقع لا يمكن أن تدوم الملابس النباتية المصنوعة من أوراك التين حتى يوما واحد وكان لابد من إصلاحها مرارا وتكرارا كسى الله آدم وحوى الحياة الأبدية قائلا أنت يا آدم وحوى هي لقد صنعت أقمسة من جلد حيوان ارتديها إنه جلد حيوان مات من أجلك ألبس الرب آدم وحوى أقمسة من الجلد مباركة ببر الله ليعطي آدم وحوى حياة جديدة صنع الرب الإله أقمسة من الجلد لآدم وإمرأته وألبسهما كما ألبس الله المؤمنين خلاص بره ومع ذلك فإن الخلاص البشرية الذي كان مختلفا عن خلاص الله كان السوب النباتي المصنوع من أوراك التين ألبسنا الله أقمسة من الجلد والذي هو بر الله كسر رب غفرنا الخطايا ببر الله بإعطائنا لحمه ودمه لقد أزيل كل خطيانا بمعموديته وصلبه لكي ينال كل الدينون مكاننا يتيح لنا الله غفرنا الخطايا عندما نؤمن ببر الله من خلال إنجيل معموديت ودم يسوع إنه الإنجيل الذي يخلص الخطا من خطاياهم هناك الكثير من الناس الذين يحاولون إقامة برهم رافضين بر الله في العالم يجب أن يتخلوا عن برهم روميا الإصحاح العشر الآية الأولى إلى الرابعة مكتوب أيها الإخوة إن ما صرت قلبي وتلبطي إلى الله لأجل إسرائيل هي للخلاص لأني أشهد لهم أن لهم غير لله ولكن ليس حسب المعرفة لأنهم إسكانوا يجهلون بر الله ويطلبون أن يثبتوا بر أنفسهم لم يخضعوا لبر الله لأن غاية الناموس هي المسيح للبر لكل من يؤمن أصر الإسرائيليون على شريعتهم من أجل إقامة برهم بينما يتجاهلون بر الله أعطى الله الإنسان الناموس ليعلمهم بالخطايا يحزى الناس بمعرفة الخطيئة من خلال الوصايا العشر ويتمتعون بمخفرة الخطيئة بالإيمان ببر خلاص الله الذي يخلصهم من خطاياهم من خلال نظام الزبائح في خيمة الاجتماع لذلك فإن زبيحة خطية خيمة الاجتماع تشير إلى أن يسوع هو تمثيل دقيق لله في العهد الجديد ومع ذلك لم يعرف الإسرائيليون بر الله هزا لماذا اعتمد يسوع؟ اعتمد يسوع عمد يحنى المعمدان يسوع ليخسل كل خطايا هذا العالم قال يسوع ليحنى المعمدان قبل أن يعتمد مباشرة اسمح لي لأنه هكذا يليك بنا أن نكمل كل بر متى الإصحاح الثالث الآية الخامسة عشر وهذا هو سبب تعميد يسوع لقد تعمد ليخسل كل خطايا البشر لقد أزال خطايا هذا العالم بالتعميد هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم يحنى الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون أزال كل الخطايا وصلبة ليكفر عن الخطايا ومع ذلك لم يؤمن الإسرائيليون بأن يسوع أصبح المخلص الكامل للخطا لم يسلم الإسرائيليون أنفسهم لبر الله لكن يسوع هو نهاية ناموس البر لكل من يؤمن تعني نهاية الناموس أن يسوع تخر كل خطايا العالم حكم على المسيح على أنه لعنة الناموس لتقديس جميع المؤمنين أنهى لعنة الناموس خلص يسوع كل الناس من خطاياهم لقد تعمد يسوع ليخسل خطايا البشرية جمعاء لقد أزال كل خطايا العالم بتسليم جسده ليحنى ليعتمد وبنقل كل خطايا خطايا العالم إلى جسده وبذلك خلص كل الناس من خطاياهم أنهى دينونة لعنة الناموس بإزالة خطايا هذا العالم بمعموديته وصل به لقد خلصنا تماما من الدينونة ولعنة الناموس كانت هذه نهاية الناموس وبداية بر خلاص الله لقد أزال يسوع خطايا العالم بشكل كافي بتعميده على يد يحنى المعمدان وذهب إلى الصليب كيف يمكن أن يكون لدي المرء خطايا في قلبه حتى لو كان يؤمن حقا ببر خلاص يسوع لأن فيه معلم بر الله بإيمان لإيمان إن معمودية ودم يسوع هم بر الله الإيمان ببر الله هو الإيمان بمعمودية ودم يسوع تحقق بر الله نموسيا بمعمودية يسوع أريدك أن تؤمن به ثم تخلص من خطاياك أعطى البر الخطاة لكي يصبحوا بلا خطايا من خلال معمودية يسوع على وعلى ذلك فإن بر دينونة الله كان صلب يسوع المسيح هو نهاية الناموس ستأتي دينونة الله لأولئك الذين لم يحاكموا بعد ما دام الناموس موجودا نموس الله يكشف الخطايا ويثبت أن أجرة الخطايا هي موت ولعنة والجحيم بحد ذاته لذلك أنهت معمودية يسوع ودميه على الصليب لعنة الناموس يسوع أزال كل خطيانة وأنهى الناموس لإتمام كل بر الجاهلات أخذنا من صبيحهن لكنهن لم يأخذن زيتهن معا دعونا نلقي نظر على متى الإصحاح الخامس والعشرون الآية الأولى إلى الآية الثالثة عشر هذا هو مساء العشر عزارة انتظرنا عريسهن مجيء ربنا دعونا نرى ما هو بر الله من خلال الكتاب المقدس حينئذ يشبه ملكوت السماوات عشر عزارة أخذنا مصابيحهن وخرجنا للقاء العريس وكان خمسة منهن حكيمات وخمسة جاهلات أما الجاهلات فأخذنا مصابيحهن ولم يأخذنا معهن زيتا وأما الحكيمات فأخذنا زيتا من في أن ينتهن مع مصابيحهن وفيما أبطئ العريس نعسنا جميعهن ونمنا ففي نصف الليل صار صراخ هوز العريس مقبلا فأخرجنا للقائه فقامت جميع أولئك العزارة وأصلحهن مصابيحهن فقالت الجاهلات لحكيمات أعطينا من زيتا كنا فإن مصابيحنا تنطفئ فأجابت الحكيمات قائلات لعله لا يكفي لنا ولكن بل اذهبنا إلى البيعة وابتعنا لكن لكن وفيما هن زاهبات ليبتعنا جاء العريس والمستعدات دخلنا معه إلى العرس وأغلق البيب أخيرا جاءت بقية العزارة أيضا قائلات يا سيد يا سيد افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكن إني ما أعرفكن فاصهروا إذن لأنكم لا تعرفون اليوم ولا الساعة التي يأتي فيها ابن الإنسان متى الإصحاح الخامس والعشرون الآية الأولى إلى الثالثة عشر مكتوب أن ملكوت السماوات يشبه العزارة العشرة اللواتي أخذنا من صابحهن وخرجنا للقاء العريس من يدخل ملكوت السماوات؟ من دخل ملكوت السماوات بين العزارة العشر؟ لماذا لم تتمكن بعض العزارة من دخول ملكوت السماوات؟ مع أنهم آمنوا بيسوع يخبرنا الرب عن هذا من خلال المقاطع السابقة كان خمسة من العزارة العشر جهلات والخمسة الآخرون حكيمات أخذت الجهلات مصابيحهم لكنهم لم يأخذوا الزيت معهم تشير المصابيح إلى الكنائس حقيقة أنهم أخذوا مصابيحهم لكنهم لم يأخذوا الزيت معهم تمثل أولئك الذين يذهبون إلى الكنيسة بدون الروح القدس الزيت يشير إلى الروح القدس في الكتاب المقدس ماذا فعلت جهلاته؟ أخذوا مصابيحهم لكن بدون زيت يمكن للرجل الذي لم يولد ثانيا على الرغم من أنه يؤمن بيسوع أن يحضر الكنيسة بتفاني يقول الجميع كنيسة أورجوزوكسية حقا كل مسيح في هذا العالم يقول ذلك إنهم فخرون جدا بالآباء المؤسسين وبعض الشخصيات في توائفهم أما الجهلات فأخذوا مصابيحهم ولم يأخذوا معهم زيتا لكن الحكيمات أخذوا الزيت في أن يتهنم مع مصابيحهم ما هو إنسان؟ الإنسان إناءه أمام الله هو غبار الإنسان مصنوع من غبار إذن فإن الجنس البشري هو إناء يمكنه إحتواء الله أخذ الحكيمات مصابيحهم بالزيت في أوانيهم العذار الجهلات اللواتي عندهن مصابيح فقط بدون زيت يلهب عواطفهم يخبرنا الكتاب المقدس أن هناك عذار جهلات بين الناس الذين يؤمنون بيسوع يأخذون مصابيحهم لكن بدون زيت هذا يعني أنهم لم يولدوا مرة أخرى هل الفتيل بدون زيت يدوم طويلا؟ ما يجب أن نعرفه هنا هو أن المصباح بدون زيت يحترق بسرعة بغض النظر عن مدى جودت فتيله لدي المؤمنين الذين لم يولدوا ثانيا بعد مشاعر حب ساخنة جاه الرب في البداية يستمر هذا لمدة أربع أو خمسة سنوات فقط في وقت اللوحق ينطفئ الحب العاطفي للرب حينها يجب أن يدركوا أنه ليس لديهم مغفرة الخطية أولئك الذين لم يولدوا ثانيا أو ليس لديهم زيت الروح القدس يقولون أشياء مثلة كنت أملك إيمانا حسنا منذ زمن طويل كنت جيدا في البداية لكنني لست كذلك الآن ستصبح مثلي قريبا إنهم أنبياء كذبة وقدسون كذبة يعيشون حياة دينية دون أن يولدوا ثانيا يجب أن يكون لديهم إيمان الخلاص لأن إيمانهم لا يقوم على الزيت الروح القدس معتقداتهم مبنية فقط على عواطفهم يجب أن ينالوا الخلاص من خلال الإيمان بماء ودم يسوع المسيح والحصول على زيت الله قعطية الفتيل يرمز إلى قلب الإنسان تنتظر العزارة العريس في المقاطع السابقة هنا يجب أن نفهم جيدا الخلفية الثقافية للإسرائيليين مراسم الزواج لديهم في الليل وتبدأ عندما يأتي العريس لذا يجب على العروس انتظار عريسها كان هذا هو شكل مراسم زواج بني إسرائيل وفيما أبطأ العريس نعسنا جميعهن ونمنا وكان هناك صراخ هوز العريس مقبل ثم نهضت العرائس وأثرنا الكثير من الضجيج لإصلاح مصابيحهن عندما كانت العزارة العشر ينتظرن العريس جاء العريس مع صراخ هوز العريس مقبل فقامت جميع أولئك العزارة وأصلحن مصابيحهن فقالت الجاهلات للحكيمات أعطلنا من زيتكنا فإن مصابيحنا تنتفئ كانت الجاهلات دائما أغبجاء كان ينبغي أن يحضرن الزيت قبل أن يأتي العريس مهما كان فتيل المصباح ضعيفا فإن المصباح بالزيت لا ينتفئ العزارة الجاهلات اللواتي كان لهن مصابيح بدون زيت أحرق الفتائل فقط هذا يعني أن كلبهم فقط احترقت يجب أن أكون مولودا من جديد وأن أعيش حياة شخص مولودا من جديد ويجب أن أمتلئ بالروح الكدس هكذا يحرك الجاهلات كلبهن بحماس في وقت طفولتنا كانت مصابيح الكيروسين تنتفئ تضيئ الغرف ليلا إذا تركنا المصباح يحرق شريطا من الورق فسوف يحترك في غمضة عين ستكون النار على ارتفاع يزيد عن قدم واحدة ومشرقة للغاية لكنها ستطفئ على الفور العزارة الجاهلات التي يذهبن إلى الجحيم هم أولئك الذين يحركون كلبهم عواطفهم بدون زيت وتطفئ نيران إيمانهم عندما يتعين عليهم مقابلة الرب بالفعل ليس لديهم الروح الكدس فيهم يعتقدون أنهم يؤمنون بشكل صحيح على الرغم من عدم موجود الروح الكدس لديهم يقولون تعال أيها الروح الناري تعال وهم في صغب عظيم ثم تنغمز النساء في الرقص يسمونه رقصة الروح الكدس يرفرفن صدورهن قائلات تعال تعال من فضلك إنهم جاهلات ومجنونات لا بد أننا أغبياء إذا كان لا يزال لدينا خطية أمام المخلص سنكون مثل العزارة الجاهلات إذا كانت لدينا خطية في كلبنا على الرغم من أننا نؤمن بيسوع لا تكون أبدا عزراء جاهلة كيف يمكن أن الرب يتزوج عزراءه تمتلك خطية الرب هو الإله الكدوس العريس هو الله وإبن الله الذي لا خطية له الله عريسنا ومع ذلك كيف يمكن أن تحاول مقابلة الله وأنت تمتلك الخطية هل تريد أن تلتقي بالله والخطية في قلبك سيكون هذا أمرا غبيا وأحمق للغاية جاء يسوع عريسنا إلى العالم وجعل العرائس مقدسات حول عرائسه إلى أبرار من خلال جسل كل خطيهم من خلال معموديتي اختاراهم فيه كعرائس له في ملء الوقت قال خمسة منهم تعال من فضلك ومع ذلك كان خمسة منهم لا يزالون يقيفون في الظلام وكيف تقام رسم الزواج ووجهي تلك العرائس في الظلام جاء العريس وقال كيف حالة كنا أظلمت وجوه العرائس الخمسة بسبب خطيهن كانوا في حزن عميك لأن خطيهم كانت موجودة هنا وهناك في قلوبهم كيف يمكن للرب أن يتزوج عروس تبكي على خطيها أشكرك يا رب على تقديسي هذا هذا النوع من الأشخاص سيكون سعيدا بعريسه الروحي مع أنه ضعيف لأن العريس يحبه ويخسل كل ضعفه وخطيه عادة ما يقود العريس عروسه لوضع المكياج ويرسل الملابس وأفضل العطور ومستحضرات التجميل بعد ذلك ترتدي العروس كل هذه الأشياء حتى تكون مستعدة لمقابلة العريس أرسل ربنا للعالم كعريس ليرشدنا حتى نتمكن من مقابلته كعرائس له لقد أعطانا جسديه لمغفرة الخطيه عند نهر الأردن والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كمل وحيد من الآب مملوء نعمة وحقا يحنى الإصحاح الأول الآية الرابعة عشر لقد أزال الرب بنفسه كل خطيانا لنحصل على ملء النعمة والحق ومغفرة الخطيه بالإيمان بالرب أخذ العريس كل خطايا عرائسه عند نهر الأردن أنقذ الرب عرائسه من خطاياهم من خلال تلقيه الحكم عنها وكانهم على الصليب هل يمكن أن نشتري الروح القدس بالمال والتجارب؟ ومع ذلك طلبت العزاء الجاهلات من الحكماء أن يتقاسموا الزيت معهم لأن مصابيحهم كانت تنطفق عندما كان العريس قريبا هل يمكننا مشاركة الروح القدس؟ هل يمكننا شراء الروح القدس بالمال؟ هل يمكن أن نشتري مغفرة الخطايا بالأعمال الحسنة؟ أو بتحمل التجارب أو بالمال؟ قالت لهن الحكيمات أن يشتروا الروح القدس من مبشرين خدمة النهضة الإحياء ظنّت الجاهلات أنهم اشتروه منهم بالفعل ظنوا أنهم يستطيعون شراء الزيت بالمال لقد عيشوا حياة دينية بحماسة معتقدين أن القرابين والخدمات الكبيرة وحضور الكنائس الأرزوكسية والصلاة بشكل متكرر ستمنحهم شيئا لكن مهما حدث فلا أحد يستطيع أن يشتري مغفرة الخطايا التي أعطاها الرب بأي شيء من الأرض يحاول الجاهلات حرق عواطفهم أن لأن يقفوا أمام الرب بدأت إحدى العزارة الخمسة الجاهلات حياة دينية قائلة سأتبعك وسأسعد جبلا للصلاة وتلاوت صلاة التوبة دعونا نذهب لخدمته دعونا نذهب إلى الخارج للكرازة بالإنجيل جاء العريس أخيرا بصياح عظيم زهبت الجاهلات لشراء الزيت عندما جاء العريس لكن العزارة اللواتي حصلنا على مغفرة الخطايا وأععدنا الزيتة الروح الكدس زهبنا إلى وليمة الزواج التقى العريس بالعرائس بعد أن أعد كل شيء ثم أقفى للبيب لم يختار يسوع خمسة عزارة بشكل عشوائي الرقم خمسة يعني نعمة في الكتاب المقدس العزارة الخمسة يرمزن إلى أولئك الذين نيلوا مغفرة الخطايا بالنعمة ويؤمنون بنعمته وأعماله الصالحة إنهم يعرفون ما فعله العريس من أجلهم ويؤمنون ببر الرب الذي يجعلهم أبرورا ولكن جاءت العزارة الأخريات في النهاية وقلنا ربنا ربنا افتح لنا فأجاب وقال الحق أقول لكن إني لا أعرفكن نحن يمكن أن ننال عطية الروح الكدس فقط عندما تمحى خطايانا أولئك الذين لا يحضرون الزيت لا يستطيعون مقابلة الرب سيأخذ الرب فقط أولئك الذين آمانوا ببر الله وانتظروا ملكوت السماوات وأولئك الذين لديهم بالفعل مغفرة الخطيئة في كلبهم إلى ملكوت السماوات قال الرب كلام الوعد توبوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح لغفران الخطايا ثم ماذا بعد مغفرة خطايانا يقول الكتاب المقدس تقبلوا عطية الروح الكدس أعمال الإصحاح الثاني الآية الثامنة والثلاثون إذا نلت إنجيل بر الله فسوف تمحى خطايا قلبك بالفعل وسيأتي الروح الكدس إليك لا يمكننا أن نشعر جسديا بروح الله الكدوس ومع ذلك الروح الكدس موجود يمكننا القول أنه ليس لدينا خطيئة لأن الروح الكدس وكلمة الله في كلبنا إنه بالفعل موجود من ينال بر الرب يسير رجلا برا وإن كان ضعيفا ولكن من لا يملك بر الرب يزل خاطئا لهذا تم إعلان بر الله جاء الرب بالماء والدم لقد خلصنا من خطيانا بمعموديته لقد أزال كل خطيانا عندما تعمد ونال العقاب بالنيابة عن كل خطيانا بسفك دمه ماذا يقول الرسل يحنى وبطرس وبولس عن هذا يتحدثون إجمالا عن جسد ودم يسوع يتحدثون عن معمودية يسوع ودمه على الصليب متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر يصف بالضبط معمودية يسوع لقد تعمد يسوع ليجعل الخطاة بلا خطيئة ويخسل كل خطايا العالم في نهر الأردن دعونا نركي نظرة على بطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون شهد بطرس أن مثال الخلاص كان معموديته الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي المعمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله بقيامة يسوع المسيح الذي هو في يمين الله إذ قد مضى إلى السماء وملائكة وصلاتين وقوات مغضعة هو في يمين الله وقوات مغضعة له بطرس الأولى الإصحاح الثالث الآية الحادية والعشرون إلى الثانية والعشرون إنه مكتوب الذي مثاله يخلصنا نحن الآن أي معمودية لا إزالة وسخ الجسد بل سؤال ضمير صالح عن الله لقيامة يسوع المسيح كانت معمودية يسوع التي أزالت كل خطيئنا بجسده هي الدليل على خلاصنا حقيقة أنه سفك الدم على الصليب هي دليل على حقيقة أنه قد تم الحكم علينا بسبب خطيئنا هل تفهم ما أقوله؟ لذلك يذكر أن الكتاب المقدس أن يسوع هو الذي أتى بالماء والدم والروح يحن الأولى الإصحاح الخامس الآية السادسة إلى التاسعة أرسل يسوع إلى العالم في جسد إنسان وأزال كل خطيئنا بنفس الطريقة التي وضع بها هارون رئيس الكهنة يديه على القرابين لنقل خطايا شعبه الماء هو المثال الذي يخلصنا المعمودية هو مكتوب أنه لا إزالة وصخ الجسد هذا لا يعني أننا لا نخطئ بعد أن ننال مخفرة الخطيئة نناله مخفرة الخطيئة بالإيمان بمعمودية يسوع ثم فلا نخطئ بالجسد نعم نخطئ كثير من الناس يسيئون فهم مخفرة الخطيئة ويقولون أشياء مثل إذا لم يكن لديك خطيئة في قلبك فلن تخطئ مرة أخرى هذا سوء فهم يقول الكتاب المقدس لأنه لا إنسان صديقه في الأرض يعمل صلاحاً ولا يخطئ جامعة الإصحاح السابع الآية العشرون الجسد لا يزال ضعيفاً إنه ضعيف حتى يموت يرتكب الخطايا حتى يموت لا إزالة وصخ الجسد بل سؤال ضمير صالحاً عن الله تتحول ضمائرنا إلى ضمائر صالحة تجاه الله من خلال إيماننا بمعمودية ودم يسوع يمكن لضميرنا أن يدعو الله ربنا ومخلصنا بإيماننا في حقيقة أن الرب أزالة كل خطيانة بمعموديته الغذاء الروحي لكل وبنى معمودية ودم يسوع الغذاء للقلب هو معمودية ودم يسوع الغذاء للقلب والمثال الذي يخسل كل خطيانة هي معمودية يسوع هكذا بطرس الحويري قال أن معمودية هي المثال الذي خلصنا لنلقي نظرة على بطرس الأولى الإصحاح الأول الآية الثانية والعشرون إلى الثالثة والعشرون طهروا نفوسكم في طاعة الحق بالروح للمحبة الأخوية العديمة الرياء فأحب بعدكم بعضا من قلب طاهر بشدة مولودين ثانية لا من زرع يفنى بل مما لا يفنى بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد آمين لقد ولدنا ثانيا ونلنا المغفرة من كل الخطايا بالإيمان بمعمودية يسوع ودمه نحن المولودون ثانيا بالإيمان بكلمة الرب المكتوبة لقد ولدنا ثانيا بكلمة الله الحية الباقية إلى الأبد هليل يا إن كلمة الله هي الناموسة التي تشير إلى معيار الخلاص مكياس خلاص الله أبدا لا يتغير قال يحنى المعمدين في يحنى الإصحاح الأول الآية التاسعة والعشرون هو إذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم حمل الله الذي قد عمد في نهر الأردن هو الخبز الحقيقي للحياة الذي خلصنا بلحمه ودمه نحن نتقدس ونخلص بالإيمان بكلمة الله الكتاب المقدس يقول إذا الإيمان بالخبر والخبر بكلمة الله ولأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى رمية الإصحاح العشر الآية السابعة عشر والإصحاح الأول الآية السابعة عشر هل تم تقديسك؟ أمين أليس عندك خطايا؟ نعم فهذا معنى البشارة الأخبار السرة إيوجيليون باليونانية ما هو بر الله؟ إنها حقيقة أن الرب سمح مسح كل خطيانا بإعطائنا لحمه ودمه لقد سمح لنا بر الله أن نقدس بر الله هو أن يسوع الذي كان بلا خطيئة أزال خطايا العالم وصلب من أجل الخطا الماء معمودية يسوع هي التي طهرت كل خطايا العالم لقد أعطى بر الله من خلال حقيقة أن يسوع أزال خطايا العالم بمعمودية وصلبه إن بر الله هو معمودية وموته والصليب هو مثال دينونتنا هذا هو بر الله الذي أعلن في البشارة